السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أو القناة إخبارية في الجزائر أجواء رابعية مع درجة حرارة طيفة ستميز أغلب ولايات الوطن وهذا يومي الخامس والجمعة بحول الله نعود الآن لتوقعات التقس ليوم الثلاثة والبداية تكون كالعادة بصورة القمر الاصطناعي والتي توضح هنا دائما تمركز صحب كثيفة وهذا على الجنوب الغربي وصول إلى غاية الجنوب الشرقي وحتى المدن الشمالية من الوطن نمع الآن لتوقعات التقسي صباحة التأثرة بحول الله تبقى دائما الأجواء غير مستقرة غائمة بصحب سفلة كثيفة راح تخص أغلب المدن الشمالية لكن الأمطار تبقى دائما تتساقط على المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية بالجنوب تبقى دائما الأجواء غائمة جزئيا على أغلب المدن الجنوبية مع احتمال تساقط بعض القطارات من الأمطار وهذا على شمال الصحراء وحتى على شمال الواحات الزواب الرملية أيضا تبقى دائما تنشط على وسط الصحراء من نسبة لدرجة حرارة نسجلها لصابحة ثلاثة بحول الله تكون درجة حرارة لطيفة نوعا ما لتصل إلى 18 درجة كل بكل من جزائر العاصمة وحتى عن نابع سجل 16 درجة بمدينة وهران 14 درجة نسجلها بمدينة تيزي وزو 10 درجة فقط بمدينة صطيف 12 بالمديات لنسان واباتنا سجل 14 درجة بمعسكر وكذلك مدينة تشلف 12 درجة بقسنطينا بالجنوب سيتم تسجل 16 درجة بكل من مدينة تندوف وبشار 22 بأدى 18 درجة سجلها بمدينة عين صالح وكذلك 28 درجة بورقلات 19 درجة سجلها بمدينة الواد أما بالنسبة لتوقعات التقس لظاهرة الثلاثة بحول لا تبقى دايما الأجواء غائمة بسحب سفلة كثيفة مع بعض الرعود المنعزلة وبعض الأمطار لحت خص المرتفعة الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية بالمدينة الجنوبية تبقى دايما الأجواء غائمة جزئيا على أغلب المدينة الجنوبية مع بقاء أيضا بعض الأمطار تخص شمال الصحراء وحتى شمال الواحات زوابة رملية أيضا تبقى دايما تنشط على وسط الصحراء هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حرار القصوى ستكون هي الأخرى لطيفة لتصل إلى 26 درجة بكل من وهران جزيرة العاصمة وحتى أعنابة وتزيوزو نسجل 22 درجة بمدينة أصطيف 20 درجة بتيارة وكذلك الجلفة 26 درجة ببجاية 30 درجة كأعلى مقياس بالمدن الشمالية نسجلها بمدينة قلمة بالجنوب سيتم تسجيل 30 درجة بتندوف 27 درجة نسجلها بمدينة بشار 36 بأدر وكذلك عين صلاح 30 درجة 28 درجة نسجلها بمدينة ورقلة 31 بالواد و36 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عنكسة نمر الآن إلى إطلالة خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر بداية من سواحل بنصاف نحو وهرا مستغنم إلى غاية تيبازا سيكون بحر جميل إلى قليل إضطراب وفق رياح جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما من سواحل مدينة الجزائر العاصمة نحو بومردس بيجا جيجيس كيكدا بلغاية القالة سيكون بحر جميل وفق رياح مختلفة لتجاه الغربية تراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية إليزيو التي تقع بالجنوب الشرقي تبعد عن الجزائر العاصمة بـ 1733 كم والذي يحبت زيارة المدينة خلال الأيام القليلة القادمة فإن التقص بها سيكون غائم بسحب كثيفة وهذا يوم الثلاثة غائم جزئيا يوم الأربعة لكن الأجواء رح تكون مشمسة وربيعية يوم الخميس بحول الله بالنسبة لداجة حرارة الدنيا نسجلها خلال الصباح ستراوح ما بين 16 إلى 17 درجة وما بين 28 إلى 30 درجة سنسجلها خلال الظاهرة الرياح رح تكون ضعيفة ما تعداش 15 كم في الساعة نسبة الرطوبة هي الأخرى رح تبقى منخفضة لتصل إلى 20% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم نشرتنا دمتم في رعاية لا وحفظه السلام عليكم